بداية حلقتنا كنا بنتكلم مع حضراتكم على الاجتماع الهام واللي استعرضه دكتور مصطفى مدبودي رئيس مجلس الوزراء ومقابلته أمس لعدد من المفكرين والكتاب والمثقفين ومناقشة قضايا اقتصادية وسياسية كبرى الاجتماع ده كان مهم جدا لأنه جمع ناس من مجالات مختلفة زي السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة عشان يتشاوروا ويقولوا رأيهم في اللي بيحصل أهمية عقد اللقاء يضم العديد من القامات الفكرية الكبيرة بتمثل مختلف الأطياف والتخصصات يمكنها بتؤكد على فكرة المشاركة في وضع رؤية وتصور كامل للتعامل مع التحديات اللي بتواجهها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة يعني ضفنا النهاردة هو أحد الحضور في هذا اللقاء وهو يعني بيمثل انصح التعبير مصطلح الدبلوماسية الثقافية لو عندنا دبلوماسية رسمية في وزارة الخارجية أو دبلوماسية برلمانية في البرلمان فعندنا دبلوماسية ثقافية وهي مكتبة الأسكندرية العظيمة اللي العالم كله يعلم قدرها جيدا الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية وأستاذ علم الاجتماع كان أحد ناس اللي حضروا هذا الاجتماع مع دكتور مدبولي واعتقد أنه كان ليه أراء وكان ليه مدخلات وأيضا كان فيه نقاشات هو اسمعها خلال هذا الاجتماع أهلا معاك دكتور أحمد أهلا بك يا أستاذ مصطلح أهلا بحضرتك في البداية أكيد وجود الدكتور مدبولي على رأس الحكومة وبصحبته عدد من الكتاب والمثقفين والمؤثرين على الساحة السياسية والثقافية ويتبدلوا مع رئيس الحكومة الأفكار في البداية كده أقول لي الفكرة كانت عاملة إزاي واللقاء كانت عاملة إزاي من حيث يعني الإطار العام من صح التعبير أولا إحنا جميعا اللي إحنا تم اللقاء معهم كنا سعداء جدا بهذا اللقاء لأنه جزء من إدارة الدولة بيبقى فيش أشكال بالنحوار إحنا عندنا الحوار الوطني بدأ من فترة صحيح وده شكل جديد من أشكال الحوار نفسنا برضو يستمر وينتشر وكده فكان كل الناس عداء جدا بهذا الحوار وكان المجموعة الموجودة فيها تنوع يعني فيها ناس بسؤولين سابقين في الدولة وفيها ناس متخصصين في علم الاقتصاد فيها ناس متخصصين في علم السياسة فيها ناس متخصصين في علم الاجتماع فيها يعني حتى حد الأستاذ المستكاوي كان ضمن الحاجات الرياضة وكده والدكتور أحمد درويش رجل مهندس كبير وكان وزير صلاة قبل كده والأستاذ محمد سلماوي كان طبعا مثقف كبير بعروف دكتور مصطفى الفئي يعني دكتور محمد كمال دكتور يعني حسابة الغزالي عدد كبير من المثقفين والدكتور حسام غدراوي فإحنا كنا سعداء جدا جدا والمناقشات غطت معظم القضايا أولا استمرت أكثر من أربع ساعت طبعا وغطت معظم القضايا أو كل القضايا التي تتكون منها السياسات العامة للدولة يعني بدءا من العلاقات الخارجية وبعدين الاقتصاد والجوانب الاجتماعية والجوانب الثقافية يعني غطت كل الهموم وكل المشكلات التي تشغل الإنسان المصري أو التي تشغل الحكومة المصرية وترحت بعض الأفكار وطبعا كان حاضر فيها معالي وزير الخارجية حاضر اللقاء فترحت بعض الأفكار وكان بيبقى فيه ليست ردود إنما توضيح لبعض الأمور من جانب دولة رئيس الوزراء ومن جانب وزير الخارجية أيضا وإزعتها على التلفزيون ده برضو من الحاجات المهمة جدا واللي احنا يجب أن احنا مقدرها لأنه احنا فوقئنا أنها موزعة على التلفزيون وإحنا عادين أول ما بدأ قالوا أنها موزعة على التلفزيون بس الناس كانت بتتكلم بصراحة يعني كبيرة وبتتكلم بنوع مناثقة وبنوع من أنه الكل بيكلم في مصلحة الدولة وفي مصلحة الوطن طيب دكتور أحمد يعني حضرتك كان لك مدخلات طبعا في هذا الحوار وكان لك أراء متعلقة يمكن بفكرة احتياجنا لسياسات تحتضن الناس في المجتمع بشكل أكبر وعايزة أعرف من حضرتك رؤيتك في هذه النقطة إيه تحديدا مدخلات حضرتك أكتر كانت معنية بإيه؟ طبعا هو أنا ما بحبش أتدخل في أمور أنا مش متخصص فيها يعني ما حبش أتدخل في أمور سياسة كتير رغم أن أنا بتاعك بدأ اجتماع سياسي يعني ولا أمور الخاصة بالاقتصاد كتير فأنا بتكلم في الشغل بتاعنا في شغل علم الاجتماع إحنا اللي بيشغل علم الاجتماع دايما أنه يبقى المجتمع متماسك يبقى المجتمع متضامن يبقى المجتمع فيه لحمة كده ويبقى العلاقة اللي تبقى موجودة بين الدولة وبين المجتمع تبقى علاقة مستقيمة وعلاقة جيدة ويبقى فيه الدولة بتحتضن المجتمع أو بالتحتوي إلى المجتمع وأنا حاولت أن أوضح أنه خلال الفترة اللي فات خمسين سنة اللي فات وطبعا في مصر كان دايما فيه علاقة بين الدولة والمجتمع طول عمر مصر كده متوترة يعني دايما المجتمع في ناحية والدولة في ناحية بعد اتنين وخمسين ولما بدأ المصريين هم اللي بيحكموا بدأت الدنيا تبقى أفضل ويبقى فيه ولكن التجربة لم تستمر وبدأ المجتمع يحصل سيطرت عليه جماعات متطرفة وسيطرت عليه أفكار مختلفة ودخل في أتون العولمة فبقى فيه عوامل خارجية كمان بتأثر عليه وعمل الاستهلاك وعوامل الأفكار رجل كلمت تحديدا في المجتمع المصري قبل ارتفاع الدعم أو قبل ارتفاع الأسعار أو الوقود حاجة كده صح اه يعني اه طبعا يعني بس برضو موضوع ارتفاع الأسعار موضوع ارتفاع الأسعار جه برضو عمل صدمة جديدة يعني عمل فعمل برضو زي أما كده علم اجتماع هو السياسة يعني هو مرتبط بالمجتمع اه طبعا فأنا كنت بقول انه وإحنا بنشوف انه مثلا لما نمسك بنجد ان المجتمع بدأ بفيه أشكال من الاستقطاب يعني بقى فيه نوع من التباعد يعني الناس مش عيشة مع بعضها يعني المجتمع بيتتسع مكانيا المجتمع فيه أشكال حتى من أسليب الحياة احنا فيه الصيف بينتهي دلوقتي لقينا بعض الأشكال الاستهلاك اللي احنا كنا بنسخر بينها ونقعد نتكلم عنها ونحن سمعنا فقوات أسبحته ثمن اللي مش عارف ايه فده غريب بنسبة على أشكال من الجريمة يعني شكلها مختلف يعني هي صحيح قليل أو كده بس كل الحاجات دي بتخلي المتخصص في علم الاجتماع يقول والله والله بنعمل بخوصة عن الثقة بناجد ان دولة رئيسة الوزراء نفسه أكد على على فكرة الثقة دي وقال ان احنا محتاجين ان احنا لانه بعد يعني خاصة الظروف اللي حصلت بعد خمسة عشر يناير في الفترة اللي كان فيها الثقة تهزت بشكل قوي جدا فكنا كنت انا بأكد ان احنا محتاجين سياسات احتوائية بمعنى انه هي موجودة بالفعل يعني الدولة بتبزل جهد كبير جدا في حماية الفقراء والدولة بتبزل جهد كبير جدا في التقديم مبادرات في الصحة في الاسكان يعني دي كلها من السياسات الاحتوائية اللي الدولة بتعملها حتى احتوائد مثقفين كمان نستغل الفرصة الجديدة دي انه يبقى فيه اتصال اقوى ما بين الدولة والمجتمع بحيث انه انه يبقى فيه مثلا زيارات متكررة من المحافظين للمناطق بتاعتهم فيه اساليب للتعرف على على هموم الناس ومشاكلها اليومية اساليب لخلق علاقة بين الاسفل وفي الاعلام ان احنا بدل ما نخلي الاعلام قادم من اعلى نخليه ايضا قادم من اسفل يعني خلينا نسمع بتحديد رحالك قلت ايه دكتور مصافة مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال تصريحات مهمة برح خلال اجتماعه مع عدد من القامات الفكرية واكد ان الاحداث اللي شاريتها المنطقة تسببت في ارتفاع الاسعار مثل اسعار البترول والذهب خلينا نشوف بالصراعات دي قدت لارتفاع اسعار السلع والخدمات بالتأكيد حضراتكم اكيد نتيجة الاضطراب حركة التجارة ابتدت كل بتاعت التجارة بتلجأ لطرق بديلة اسعار كبيرة التأمين على حركة التجارة نفسها زاد كل ده ادى الى زيادة في الاسعار بصورة كبيرة جدا في كل حاجة فالنهار ده ده بقى جزء بقى موجود ادى الى تضخم موجود وحضراتكم عارفين اللي بيحصل على مستوى العالم كله في تضخم طب انا هقول لحضراتكم بمجرد ما تلع الخبر مبارح وارجو اذا كنت حرككم بتتابعه مجرد تلع الخبر ان بدأت السواريخ تخرج حتى قبل ما توصل البترول زاد خمسة في المائة والموضوع حصل ارتفاع فأسعار السندات على الدولار الدهب زاد وقفز قفزات كبيرة يعني احنا بنتعامل مع يعني ظروف بقت كل شوية مؤثرات خارجية بتؤثر علينا بصورة كبيرة جدا بالتأكيد ممكن الكلام ده وندعو الله انه ما حصلش ممكن يكون مع استمرار هذا الوضع وتهساع دائرة الصراع يبقى فيه تأثير على السياح باعتبار المنطقة منطقة صراع من الوارد طب انا ادخل ليه في منطقة فيها النهار ده حروب ونزعات طب استنى شوية لغاية لما الامور تستقر فكل ده ليه تأثير مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية ومع ذلك احنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت على حجم هائل من الاصلاحات الاقتصادية على وضع تصور وواضح ورؤة في ملفات مهمة جدا للدولة ازاي تشجيع القطاع الخاص العمل بصورة كبيرة جدا بارقام مش مجرد كلام على ازاي نزود مساهمة القطاع الخاص بارقام محددة لمدة 3-4 سنين قادمين بحيث هو الرقم الاساسي والفاعل في حجم الاستثمارات الكلية اللي في الدولة المصرية ويقود القطاعات المحددة اللي احنا حطناها في وثيقة سياسة ملكية الدولة الدولة ازاي تعظم من الاستفادة من اصولها من خلال برنامج طروحات واشراكة مع القطاع الخاص يعني كل ده احنا بنتحرك فيه اصلاحات ضريبية النهاردة ان شاء الله وانا بقولها لحضراتكم بدأناها واطلقناها وحنعلنها يمكن على الاسبوع القادم بصورة نهائية وحنبدأ ندخل حتى بالتعديلات التشريعية بتاعتها عشان نقرها من البرلمان قبل نهاية هذا العام عام 24 عشان تبقى مفاعلة بإذن الله وكل هدفها ان احنا نحل المشاكل المتركمة ونيسر على مناخ الأعمال في خلال الفترة الجاية تبسيط اجراءات احنا بنشتغل عليها في هذا الموضوع زي ما تبعنا دكتور احمد جزء من كلمة دكتور مصطفى مدبولي وتحديدا يمكن في الملف الاهم بالنسبة المواطن المصري هو في الملف الاقتصادي فكرة ارتفاع الاسعار واسباب ارتفاع الاسعار اولا اعملا بمبدأ المكشفة ومبدأ اخر هو ان المواطن لازم يكون فاهم ودي نقطة مهمة جدا وكمان عشان من اهم كمان يمكن النقاط فكرة الشائعات او البعد عن الشائعات او قتل الاشعات ووجودك في هذا الاجتماع الهام رؤية الحكومة للوضع الاقتصادي وعايز اعرف كمان من حضرتك فكرة عرض هذا الجزء او المكشفة او فكرة ان انا افاهم المواطن اللي بيحصل ازاي يؤثر على المجتمع المصري اولا يعني كلام دولة رئيس الوزراء بيدل على اولا ان المشكلة الاقتصادية المصرية دي ليست مشكلة محلية وانما هي مشكلة عالمية كل الناس اللي عاديين عارفين هذا الكلام وهو وهو نفسه وضحه بشكل واضح جدا وبيضحه للناس وبيضحه للجمهور واحنا محتاجين دائما ان احنا نربط ما بين الهموم الاقتصادية خاصة الارتفاع الاسعار والامور المشابهة بالازمة العالمية اللي فيها تأثير كبير جدا في طرق الامداد وخطوط الامداد اللي اثرت ليس على بصر فقط وانما على العالم كل النقطة التانية حضرتك بتكلمي عن المكاشفة اولا الاجتماع كان فيه قدر كبير جدا من الصراحة وفيه قدر كبير جدا من انه رئيس الوزراء بيستمع بكل حرص وبيدون كل نظم الافكار التي تقال ولم يقاطع اي شخص من الاشخاص اللي تكلم وعطى للفرصة حتى لو واحد طول في الكلام يعني انا نفسي طولت في الكلام وحتى بعد كده بدأ قلوم نفسي ان انا يعني ما كنتش متصور دين الوقت بيعدي بهذا الشكل بس كانت فعلا حريص على ان هو يسمع كل واحد مهما امتد الوقت فيه قدر كبير جدا من الاحترام لكل الناس احترام لكل الاراء حتى لو فيه رأي فيه خلاف معين فهو بيوضحه بشكل فيه قدر كبير جدا من يعني المهنية والادب والرقي في الكلام فطبعا كان فيه طبعا قضية الشائعات والمكاشفة كان فيه اتفاق كده انه احنا دايما الشائعات اللي بيكترها لقص البعلومات وانه احنا يعني لازم عشان كده كنا محارسين على ان احنا نعمل علاقات مفتوحة مع المواطنين وانه احنا فيه كيانات بتتخلق في المجتمع المصري داي مثلا التحالف من اجل التنمية التحالف اللي موجود ممكن ده يشتغل لان احنا في علم الاجتماع دايما بنقول انه المجتمع الدولة ومجتمع دولة وبشر وانه كل ما كانت فيه كيانات في الوسط قوية وفعالة كل ما العلاقة بين الناس يبقىها شفافية ويبقى فيها فمن ضمن الامور اللي ممكن او الكيانات اللي ممكن تلعب دور ككيانات وسيطة المجتمع المدني اللي هو فيه التحالف ده اللي بيدم التحالف ده وكمان كان فيه لدى معظم الناس او يعني بعض الناس اللي تكلموا انا كنت واحد منهم ان احنا نكون المجالس المحلية لانه مهم جدا هي بتكون برضو يعني كيانات وسيطة كيانات وسيطة تقدر تنقل اراء الناس وهي تنقل اراء الدولة للناس ويبقى فيه نوع من التفاعل ممكن اللقاء ده على فكرة يبقى كمان بداية صحيح لان احنا نعمل الانا نفسي طالبته بهذا انه يبقى هو طبعا هيتكرر بعد كده وهيتكرر مع ممكن مع فئات متخصصة يعني في الجوانب الاقتصادية في الجوانب السياسية في الجوانب على غرار الحوار الوطني مثلا على غرار الحوار الوطني ولكن انا شخصيا بطالب انه ممكن يتعامل على مستويات كتيرة يعني ليه المحافظ ما يعملوش في المحافظة والله صحيح وليه مثلا رئيس مجلس المدينة ما يعملوش في المدينة بتاعته يجمع الناس اللي هم من القرى كل واحد كل واحد منها قرية من القرية واحد ويشوفهم ويكلم معاهم ويزور القرى اللي موجودة ويفتع يعني عايزين هذا البداية هذا الحوار يكون حوارات مختلفة داخل المجتمع ويكون ايضا خطوط تواصل مختلفة داخل المجتمع هو ده اللي بيخلي المجتمع يبقى دائما فيه الروح الاحتوائية اللي أنا بتكلم عنها صحيح صحيح الدكتور أحمد زايد يمكن طرح يعني بعض الحلول اوده رشيدة فيما تعلق بالجوانب الاجتماعية لكن هنتكلم بحدينا عن الجنوب الاقتصادية بشكل أكثر تفصيلا فيما يتعلق بالقطاع الخاص وثيق التخرج الدولة من الأصول ازاي رؤية الدولة فيه مناخ الاستثمار مع الأغذب لاعتبار الأوضاع الإقليمية ولكن بعد هذا الفاصل مدرحة بحركة من جديد وبصحبتنا دكتور أحمد زايد في الأصل وستاذ علم الاجتماع وطبعا ولكن هو أيضا مدير مكتبة الأسكندرية الصرح الثقافية الأبرز الأهم في المنطقة دكتور زايد كان بصحبة دكتور مصطفى مدبولي في حواره مع عدد من القامات الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في حوار مفتوح امتد لأربع ساعات استمعت الحكومة لمطالب المثقفين والشخصيات العامة من أجل يعني رؤية أوضح لمستقبل بصدر مرحب علىك مرتين دكتور زايد المحور الاقتصادي أعتقد من أهم المحاور اللي اتكلمتوا فيها وعدد كبير من المواطنين بطبيعة الحال بيتابعوا مجريات ما تم في الحوار الوطني أو هنا الدكتور مدبولي ربما لما تحدث تحدث عن قصة تخارج الدولة من القطاع العامل القطاع الخاص ونقل الملكية وقصة فتح استثمارات جديدة ويمكن المواطن بيتابع هو المواطن محتاج زي ما قلت لحضرتك يعني قصة الأسعار قصة البترول أنا عارف أن الحاجات دي لها ضوابط عالمي ولكن ما تم في الاجتماع إيه اللي حصل يعني كيف طرحت الحكومة فكرة يعني تناول المحور الاقتصادي بالنسبة للمواطن أولا يعني طبعا فيه سبات كتيرة جدا في المحور الاقتصادي بس إحنا دايما لما بنتكلم على المحور الاقتصادي بيبقى قدامنا يعني طريقين أي ما بنبدأ شحنا في المحور الاقتصادي طبعا حكاية الهموم المواطن وحاجاته الأساسية دي موجودة ومطروحة وإنما موضوع القطاع الخاص والقطاع العام موضوع الشراكة بين الدولة وبين القطاع القطاع الخاص وعلى فكرة فيه هنا نظريتين فيه نظرية بتقول الدولة تسيطر على كل حاجة وتتملك كل حاجة وهي للدير المجتمع وتدير الاقتصاد وفيه رأي تاني بيقول نترك الحياة كلها للقطاع الخاص هو ليدير كل حاجة وهو ليدير الاقتصاد وفيه رأي في الوسط بيقول إنه فيه شراكة بين الدولة وهو ده الرأي غالبا اللي موجود في مصر يعني هو ده الرأي لأنه مثلا يعني دولة رئيس الوزراء وضع بشكل كبير جدا إنه في بعض المشروعات لما بتعرض على القطاع الخاص هو ما يديرش يعملها لأنه إحنا لا يجب إنه نتصور إنه القطاع الخاص في الدول النامية أنا ما كلمش على مصر بس يعني بهذه القوة اللي يقدر مثلا يعمل سكة حديد مثلا يعني أو إنه يعمل مصانع كبيرة يعني تعمل حاجات ضخمة جدا تعمل ماس بروداكشن يعني تعمل إنتاج كبير إنتاج ضخم يعني فلابد إنه إنه يبقى دايما متفهم إن القطاع الخاص ليه دور وله دور مهم جدا ولابد إنه يبقى مستقل ولابد إن الدولة سهلوا كل الأمور وإنه يبقى فيه أيضا دور للدولة وإنه ليس فقط فيه تحديد السياسات الاقتصادية العامة وإنما أيضا فيه إدارة بعض في إدارة بعض المشروعات وعلى فكرة من الحاجات اللي إحنا يجب إنه إذا كنا إحنا هنفتح الطريق أمام القطاع الخاص مش فقط إن أنا أقول له إنت ليك الحرية أنك تشتغل وكده ده لابد إن أنا أسهله طبعا إجراءات في دول مجاورة صحيح بيعملوا الرخصة في يوم في يوم خلال وإحنا عندنا تجارب وأنا أعرف تجارب لناس بعض ناس وبعض الشباب على فكرة الشباب المصري عنده طموح كبير جدا في إنه يشتغل في ريادة الأعمال وفيه ناس كتير جدا أنا أعرفهم وبقابلهم يعني هما بس فقط بيحتاجين إن أنت حتى ممكن يدبروا أموال يعني ممكن يجمعهم بعض أو يعملوا يدبروا أموال إنما بيبقوا محتاجين شوية في التيسيرات 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 عشان كده الدولة لازم تنتبه إنه بدأ بعض الشباب يعني ما بي يعني ما بي بيبقى عنده إخدام كبير جدا على أنه هو يستثمر وبعدين يروح يلاقي الدنيا وعلى فكرة الدولة عاملة إجراءات فيها تسهيل كبير جدا واللي بيعطل الأخ اللي قاعد على الشباب صحيح يعني هو اللي بيعطل لأنه مش قادر يتحمل المسؤولية ما عندوش ثقة كبيرة في الناس ما عندوش لازم كمان تدرب كوي ده إنت ممكن في بعض البلدان ممكن تعمل شركة وإنت بالمكنة يعني وإنت قاعد في البيت بتأس الشركة وإنت قاعد في البيت بالكمبيوتر فإحنا محتاجين إذا كنا هنفتح الطريق للقطاع الخاص إن إحنا نعمل تسهيلات في في تسجيل الشركات حتى لو الشركة بتاعة الشاب ده اللي عملها فشلت بعد كده أولا متكتمل بس نديله الفرصة عايزة تعمل شركة وعش أقوله هات دراسة جدوى اعمل مش عارفة إيه اعمل كذا أنا ممكن أعمله دراسة جدوى يعني أسهل هالو خالص هات اعمل كذا حط فلوس كذا اعمل أفضل أعقد في المسائل بحيث إن أنا في الآخر خالص ممكن الشاب يعني يروح ماشي أو يحصل له إحباط أو يروح بدل ما أبقى بي أحدنا هبقى بي أطاردة لشباب وأفكار ومواهب موجودة بالفعل دكتور طيب هو طبعا دولة رئيس الوزراء كان واضح جدا في إنه القطاع الخاص ده ليه دور كبير جدا جدا بس كان واضح جدا فيه مفهوم مش الشراكة نحن نشارك القطاع الخاص بس هي الدولة في كتير جدا من دول العالم الدولة هي اللي بتعمل بتعمل كتير من المشروعات حتى في الدول الغنية يعني حتى في الدول مفيش حد في العالم كله مثلا القطاع الخاص بيعمل السكة الحديد مثلا مفهوم يعني دكتور أو القطاع الخاص بيعمل مترو الأنفاق يعني مثلا يعني مفهوم طبعا بس عادة الاقتصاد يا دكتور الاقتصاد والسياسة هم واجهان لعملة واحدة ودكتور مدبولي أمس الحقيقة خلال كلماته اتكلم عن أنه الظروف السياسية والجيوسياسية لها تأثير كبير جدا علينا وأنه من أكتر من ست شهور قناة السويس فقدت أكتر من ستين في الماء من إيراداتها بسبب الأحداث اللي بتشهدها المنطقة خاليا نتابع هذا الجزء في حديد دكتور مصطفى مدبولي ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور أحمد ولكن كل حرصنا بالتأكيد على ضمان مقدرات الأمن القومي وهنا لما بتكلم أمن قومي مش بتكلم فقط على الأمن العسكري لكن أنا بتكلم على الوضع الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي للدولة بكل الأبعاد اللي موجودة كل حرصنا في هذه المرحلة مع كل المتغيرات والتبعات اللي بتحصل ضمان تقديم كل الخدمات الأساسية والمتطلبات المعيشية للمواطن المصري بأقل قدر من الأعباء والتبعات اللي ممكن تلقى عليه في ظل تحجم التحديات اللي احنا بنواجهها واللي أعتقد حرككم بتشاركوني إنها تحديات غير مسبوقة وأنا عايز هنا يعني أتكلم لإني دايما بيتقال أحيانا لما بنتطع نتكلم على هذا الموضوع يتقال أنتو دايما بترموا الموضوع على الظروف السياسية والظروف الجيوسياسية وتقولوا هي ليها النصيب الأكبر من التدعيات الموجودة يعني بمنتال أمانة أيوة ديها تأثير كبير جدا 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 النهاردة لما أنا أكون النهاردة بقالي 6 شهور قناة سويس بقيت فقط أكتر من 60% من إراداتها يعني أنا كل شهر عندي خسائر من 550 ل600 مليون دولار دي كانت في الويس بتدخل للدولة المصرية بتساهم في يعني تلبية احتياجات الأساسية للدولة فقط طه فالنهاردة أنا بتكلم في خسائر وصلت فوق 6 مليار دولار دول كانوا أرقام بتاعت مصر بتيجي بقى بعيدا عن أي استثمار بعيدا عن تصدير حاجات كانت تعتبر سابتة ومستقرة النهاردة بسبب اللي بيحصل ده بقت موجودة ونهاردة مع المنظور الصراع اللي موجود محدش عارف هذا الصراع ممكن يستمر المدة قد إيه ومدى تعديعية هذا الموضوع يعني طبعا تبعنا حديث دكتور مصطفى مدبولي وبالعودة مرة أخرى اللي حدثنا مع دكتور أحمد زايد دكتور يعني خلال كاربة دكتور مصطفى مدبولي استمرارا فيه بردو مبدأ شفية وانه نشرح الوضع وحتى الوضع الجيوسياسي ممكن كمان دكتور مصطفى مدبولي تحدث عن فكرة ما يحدث فيه قناة السويس وممكن فقدت مصر جزء كبير جدا من الإيرادات بسبب ما يحدث فيه الشرق الأوسط سؤال حضرائك يفنم هو فكرة المجتمع المصري يعني خلني بالرجوع تاني مرة أخرى لمجال حضرتك طبعا وخبرة حضرتك المجتمع المصري لأي مدى مع وجود كل هذه التحديات مش بس التحديات الاقتصادية لكن التحديات الإقليمية والسياسية وما يحدث حوالينا بشكل عام لأي مدى ممكن ده يؤثر على المجتمع المصري ولأي مدى ما يحدث من مكشفة ومصارحة ممكن أنه يفيد الوضع في مصر وطبعا الموضوع ده مهم جدا لأنه هو الإنسان المصري العادي ما بيربطش ما بين الهموم اللي بتظهر أو زي ارتفاع الأسعار والمشكلات المعاناة اللي في الحياة اليومية وبين الكلام اللي قاله الدكتور مصطفى مرور إنه مثلا الظروف اللي حوالينا اللي موجودة في الإقليم خلت مصري بتفقد حوالي يعني 6 مليار دولار خلال الفترة اللي فاتت رقم ضخم طبعا ومبلغ ضخم جدا جدا وإنه الإعلان عن هذا هو ده الكمال المهم جدا والمكاشفة به لأنه هو بيخلي الناس تعمل الرابط لأنه أنا أنا بفكر في أموم الشخصية فما بفكرش في أمور السياسة وأنا بفكر في أموم الاقتصاد أنا عايز الحاجات بتاعتي تسد وعايز المطالب بتاعتي تتحقق بس لما أعرف بقى مهم جدا عند الإنسان المصري هو ده اللي نحن بنتكلم عنه لما بنجيب سيرة الوعي أنه الإنسان المصري يبقى عنده قدرة أنه هو يربط ما بين الهموم الشخصية دي ومين الظروف الجيوسياسية اللي حوالينا يعني المرتبطة بالإقليم والمرتبطة بالسياسة والمرتبطة بالاقتصاد وحتى المرتبطة بالعالم كله ومش مطلوب منه أنه يذاكر كل حاجة بس يبقى على وعي أنه الأمور لا تتحقق فقط كده بمجرد يعني قرار سريع وده ده فيه ظروف عالمية وصياقات عالمية بتعمل تأثير كبير جدا على القرارات واللي مجيء متأثر بدورها على المواطن وذلك المكاشفة ونقل البعلومة ونقل البعلومة زملنا الدكتور سعيد المصري أصار مبارح يعني حاجة بسيطة كده قال أنه اللي عملته الدولة في الصحة فيه فيروسي مسفى القضاء على فيروسي ومحدش بيجيب سيرته ولا حد بيتكلم عنه ولا حد وده إنجاز ضخم جدا نتكلمنا عليه فترة دقنا يعني منظمة الصحة العالمية أشادت به ودولة رئيسة الوطراء نفسه أشار إليه وأنه عدل ترتيب مصر فيه المنظومة الصحية العالمية فإحنا محتاجين أن إحنا دايما بس بالطريقة عايزة طريقة شوية فيها يمكن الحوارات دي تخلي المعلومات تنتشر بشكل أفضل ويتم فهمها بشكل أفضل من أن إحنا نقولها كده بشكل مباشر وبناء عليه بعد هذا الاجتماع وبعد الحوار الوطني وبعد المنقشات التي تتم في البرلمان وبعد من قبله كمان منتدى شباب العالم اللي كان برلمان شباب صغير يستمع في يستمع في القناة السياسية لكل أفكار الشباب شايف ممكن نبني على ده ازاي يعني ممكن فكرة النقاش المجتمعي بصفة تكنا أستاذ علم اجتماع نبني على ده ازاي في الوحدات المحلية في المجالس المحافظات في رئيس المدينة في المشايخ والعمل ازاي بقى عندنا هيكل كده يعني نستقي منه هزي الفكرة عشان يبقى لو في فكرة نيرة من أحد أبناءنا في الصعيد أواجه بحري لو في حد عنده تطور مهم لو في نموذج لقرية بقتها الأفضل فنحن اقتدي بيها الكلام ده كله بيحصل في كل دول العالم يا دكتور منعرف يا سوايا بس ده الكلام اللي حضرتك بتقوله حينقلنا للعالم السياسة إنه للأحزاب المصرية إحنا لأنه هو دي شغلة الأحزاب على فكرة يعني في المجتمع المدني دايما وفي الأحزاب والنقابات بتتبلور المطالب الناس وحاجاتهم من خلال النقاش ومن خلال ودي هي الوظيفة الأساسية للحزم هو يعمل برنامج عشان يعني يوصل للسلطة أو عشان يعني يحقق أهداف معينة إنما هو وظيفته جزء بين يعني الموظيفة الأساسية إنه هو يبلور حاجات الناس وإنه هو يصيغ هذه الحاجات فيه شكل برامج وده بيأتي من خلال النقاش اللي بيدور داخل الحزم فإحدى محتاجين إذا كنا محتاجين حاجتين بنفتح باب الحوار في المجتمع عظيم بنعمل كيانات زي التحالف الوطني كده ربما تكتمل كمان بالمجالس المحلية لما يتم انتخابها فدي كلها تبقى مجالات للحوار إنه إحنا نعمل فيه حاجتين مهمين جدا الحاجة الأولانية إنه إحنا ننشط الأحزاب وتبقاش أحزاب ورقية دي كورية يعني إحنا عندنا تلات أربع أحزاب هما الكبار إنما بقية الأحزاب يعني يعني ما فيش فيها هي عبارة عن مكان وكده وفيه تبقى الهدف إنه الواحد عدد منها يروح البرلمان أو يروح مجل الشيوخ أو كده إنما إحنا محتاجين ننشط الأحزاب وتخليها تشتغل بشكل وكمان النقابات يعني نقابة الصحفيين ونقابة المحامين ونقابة المهندسين النقابات بتتحول دلوقتي إلى إن هي تبقى نقابات فقط تقدم مساعدات في الصحة والسكن أي شكل من أشكال الحوار ونبعنا اتنين إن إحنا نفتح شوية مساحة الحرية في الكلام يعني نخلي الناس برضو تعبر عن رأيها بشكل بشكل يعني طالما إن الإنسان بيعبر عن رأيه بشكل محترم وطالما إنه هو ما بيغلطش بيحترم أطر الدولة ودستور الدولة وقوانين الدولة فعلى العين والرأس يتكلم بالطريقة اللي هو عايزها بيتكلم طالما إنه هو بيلتزم بأدب الحوار ويلتزم إنه هو يتكلم وكان فيه مبارح في الحوار ما كانيش كل الأراء يعني في صف الحكومة كان فيه أراء يعني فيها قدر واضح فيها إنه فيه ناس بتقول ده فيه نقص فيه كذا عايزين نعمل والكلام بيتقال بأدب وبيتقال بشكل فيه طبعا إحنا محتاجين ننمي ده في المجتمع المصري إنه مش معنا الشخص اللي ليه رأي مخالف ولا كده يبقى يجب إنه نسمعه ويجب إنه نسمع كل الأطراف ويبقى كل الحوارات كلها تبقى لأنه هو ده اللي بيخلي المجتمع في الآخر فيه مجال عام حي صحيح صحيح شكرا لك دكتور أحمد دكتور أحمد زايد شرفنا ونورنا نهاردة في صباح الخرية مصر